السمان الهادي أحد الإخوة الثلاثة الذين رفعوا قضية استحوذت على انتباه العالم أول هادي يقول لك أنا أخو المدانة أبرار الهادي ما يسمى مريم يسمى أبرار الهادي أنا السمان الهادي محمد عبدالله شقيقة الأكبر منها هذه أول مقابلة مع المدعي بأنه شقيق مريم بعد الحكم عليها بالإعدام بسبب ردتها عن دين الإسلام التقت مريم بزوجها الحالي دانييل واني خلال دراستها للماجستير في الخرطوم يقول الهادي إن واني ملأ رأس أخته بالأفكار لتحويل دينها إلى المسيحية من جهته يقول واني إنه لم يلتقي بهذا الرجل الذي يدعي أنه شقيق مريم إلا في وقت المحاكمة ماذا تريدون؟ واحدة من اثنين تابت ورجعت لي دين الإسلام ورجعت لي حضن الأسرة نحن أسرته ونحن أولا بيع مستعدين لي والله إن أخطة حباب يعنينا ديل وإن أبت يغام عليه حد الردة طوالي دي أخدكم إنت هل بتسمح لنفسك إنه يقيمه على حد؟ إنه قلت تشوفه تمشي حبل المشنقة أنا أنا لكن لي أرضي 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 مثلا إنسانيتي أو أرضي عواطفي في غضب ربي لي ما بتجي معنا نحن ويضيف أن الأسرة حاليا مدمرة وأما الآن فالأعين كلها على المرحلة الثانية في الاستئناف ولكن بالنسبة للهادي فإنه يقول بأنه لن يتراجع عن القضية نعم الباغر سينا خرطوم سيدان